السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبت سنة تانية اعدادي ان شاء الله في حصة النهاردة هنشرح مع بعض درس صفات الملكية الحصة اللي فاتت شرحنا كانت اول حصة في الوحدة الاولى من الترم الاول وشرحنا كده فيها عدة نقاط وكان من اماها الضمير on ازاي بنصرف الافعال مع الضمير on وازاي بنستخدمه طيب الحصة التانية بقى النهاردة هنشرح صفات الملكية هي الميس ليه كدبى ليه كدبى ده صفات الملكية تتبع ايه المملوك شفت قبل معرفك على صفات الملكية نفسها عايزك بقى تتعلمني الجملة دي او تركزلي في الجملة دي ان صفات الملكية اللي هشرحها دي كلها بتيجي تبع المملوك مش المالك يعني ايه الكلام ده ده كده هنا جدول صفات الملكية كل ضمير من الضمائر المالك او ضمائر الفاعل دي قالتلي انا معايا تلت صفات ملكية ميس ليه تلاتة وحاخترهم ازاي الضمير جو قال لي معايا من وما وما تي قالتلي معايا تن وطا وتي ال وقل وهخطلك معاهم الضمير on اخدوا ايه صون وصا وسي سواني بس نزبط الحروف دي صون وصا وسي طيب الضمير نو انا هقولك ليه هو كاتب نو جنب اون بس خلينا اشتب دي دلوقتي خلينا اشتبها دلوقتي الضمير نو اخد ايه اخد نطر نطر نو الضمير فو معايا تلاتة ايه بقى فطر فطر فو او ما او مي على اساس ايه الصفات الصف الاولاني دي كلها بتتحط امام الاسماء الايه المذكر مكتوب قدام اخو والصفات اللي في النص دي كلها بتتحط امام الايه المملوك المؤنس والصفات الاخيرة دي بتتحط امام المملوك الجمع بنوعي يعني ايه الكلام ده انا دلوقتي هدي لك اجزامبل كده انا كبنت بتكلم وحاكد لك كمان ان صفات الملكية بتتبع المملوك ودي اول حاجة قلتها فحصة المهار ده لما اجا اقول لك بالعربي انا احب ابي وامي و اصدقائي اكتبها بقى ازاي الجملة دي بالفرنش انا عارف ان كلمة انا احب جام طيب ركز معايا كده يا بطر لما اقول لك جام انا احب طيب انا دلوقتي مين اللي بتكلم الضمير جو يا ميسي اللي بتكلم الضمير جو هو اللي بتكلم طيب مدام الضمير جو بتكلم وانا دلوقتي عايزة صفات ملكية هيكون قدامي ايه يا ام مون او ماء او مي هم دولة التلاتة باخترهم على اساس ايه هقول لك دلوقتي انا هنا هقول لك كده جام انا احب ابي مدام قولنا الجو بتتكلم هيكون معايا يا ام مون او ماء او مي باختر طيب كلمة باغ او لباغ او بابايا مذكر ولا مؤنس مذكر يبقى حط قدامه مون مون دي كده زي ماي في الانجلش بس انا عندي ماي واحدة في الانجلش او الضمير ماي بس او صفة امريكية ماي بس بتمشي مع كل المفرد لأ انا عندي فرنش بي ايه بيقسم اعملي هنا مون للمذكر فحقول له مون باغ جم مون باغ جم مون باغ بحبه ابي عاملك كما كده ومين وامي طيب امي دي مؤنس ولا مذكر مؤنس يبقى حط قدامها ما ما ماغ طيب عايز اقولك واصدقائي اصدقائي دول جم تمام يبقى مزامي لو انا بتكلم عن اصدقاء ولاد جمع مذكر بص بقى معايا بطل انا دلوقتي حاول ديك ان الجملة دي فيها ثلاث صفات ملكية يتحطوا على حسب نوع المملوك ايوة عشان كده الميس كانت في اول حاجة قالت صفات الملكية تتبع المملوك لما باغ ده مذكر اخد مون ميغ مؤنس اخدت ايه على طول ها ما طيب امي جمع اخدت مي دكاغ دكاغ يا ميس تمام يبقى الجو بتقول لي معايا مون وما ومي انتوا بقى اختاروا ورسوا وزبطوا على اساس نوع الكلمة او المملوك اللي هيجي بعده لما تكلمت عن حاجة مذكر مفرد مذكر حطيت قدامه مون ده مع الضمير جو ولما كانت مؤنس حطينا ما ولما كانت جم حطينا مين طيب بصيلي بقى كده على الضمير إيل عشان عايزة اديك عليه كده اجزامبل حلم بصيلي كده بسم الله بصيلي كده الضمير إيل مثلا المفرد ده بياخد معا إيه الضمير ده يميس بياخد معاه بياخد معاه الضمير دوت بياخد صن وصا وصي طيب طب الضمير إيل المؤنس بياخد زيه صن أو صا أو صي صفات الملكية بتدبع المملوك اللي بيجي بعدها ماليش دعو بالملك طيب أنا دلوقتي لما اديك إيلزامبل على الضمير المؤنس بمعنى هي لما قل لك هي تحب أبيها وأمها وصديقاتها شوف كده حنتعامل ازاي مع أبيها وأمها وصديقاتها إيلام أول حد قلتولك مين أبيها باباها ياخد صن يبقى صن بير شفت بقى أنا ماليش دعوة بإيه للمؤنس أنا ليه دعوة بالكلمة اللي بتيجي بعد صفات الملكية هي اللي بتحددلي نوع الصفة فلما بيغ هنا كان مذكر حطيت قدامه صن ماليش دعوة بالقل القل بتقدملي بتقول لي معي صن سا سي يلا اتفضلوا خط ما عايزة بقول كمان بتحب مومتها طيب مومتها مؤنس يبقى سامير طيب وصديقتها أنا حاجبها لك ههو جامع المؤنس الجامع كل مميس بياخد سي مع الضمير يبقى سيزامي يبقى أنا لاحظت إيه هنا في الإجزامبل ده كله إن صفات الملكية بتتبع المملوك مش المالك ماليش دعوة بالقل دي القل دي بتقدمتولي معي صن وسا وثي انتوا فضلوا بقى حطوا الصفات الملكية تفضلوا كده حطوها في مكانها حسب نوع الكلمة اللي بيجي بعدها هرجع تاني الأول حاجة بدأت بيها الحصة لما قلت لك صفات الملكية بتتبع مين بتتبع عملالك بس بلون إيه بس عشان تخلي بالك حلوة الأحمر ده حلوة الأحمر ده بتتبع المملوك المملوك يعني الكلمة اللي بتيجي بعدها تمام لما نحفظ الجدول ده هنرتاح جدا تمام طيب هدينا الإجزامبل اللي هنا أنا أحب أبي مامير مامتي إيميكا مغاد وزملائي مونة مونة وأنا لو شلت مونة وأنا حطت مكانهم ضمير إيه الضمير نو نحن بس هو راح نكملي بون الون هنا ما بقاش معناها إيل وإل بقى معناها نو عشان كده بدأ يحط معاها نطغ نو فكلمة مونة حطنا لها نطغ للمؤنس الإجزامبل ده اللي أنا حشول لك عليه ده يعني هو مش أساسي مش عايزك تركز فيه عارفني أن الضمير بياخد زي إيل وإلسون وسا وسي بصب عشان النقطة اللي جاية دي هي بتاعة أسئلة اللي امتحانات إيه دي بقى يا ميس صفات الملكية اللي بيجي بعدها كلمات مؤنس ماشي صفات الملكية بتاعة المؤنس في المفرد كانت ما وطا وسا أهم ما وطا وسا ما لهم يا ميس بص بقى يا بطر هتطر عكس لك حاجة أنا قلتها لك في أول الحصة إيه هي لما بيكون مؤنس بس جاي بعده حرفه في ويل متحرك الكلمة اللي جاية المؤنس بدأ بحرفه متحرك هتطر هبقى مضطرة بقى غصبا عنه أحول الماء إلى من وحول التا إلى تن وحول السا إلى سن ليه عشان أفصل إن الحرف المتحرك بقى يجي بعده حرفه متحرك يعني لما جا أقول لك كده جيم أنا أحب صديقاتي جيم المفروض كلمة صديقة تبقى أمي بالشكل ده طيب الجي بتاخد بون مامي يعني مفروض أحط ما غلط غلط ليه يا ميس ما هي أمي دي مؤنس لا هتطر استبدل الماء إلى من ليه عشان ما يحصلش إن يجي حرفه متحرك في صفة الملكية ومع الكلمة المؤنس اللي جاي بعدها يعني أنا بحولهم كده مع أي حاجة لا مع المؤنس فقط اللي بادئ بإيه بفويل بحرفه متحرك طيب لو قلتلك جوفي أو مثلا جيم أنا أحب مدرستي كلمة إي كل هي كلمة مؤنس المفروض كده أكتب مثلا يعني مثلا أكتب بقى ماء إي كل بص كده إيه اللي حيحصل حروف متحركة هنا آ وبعدها طب هنعمل إيه هنحول الماء إلى من يبقى أنا بحول الماء إلى من وبحول التا إلى تن وبحول السا إلى سن بمزاجي كده لا في حالة واحدة بس لما يكون الصفات المؤنس جاي بعدها كلمات مؤنس بدأ بفويل بضطر أحول بس بتوع المؤنس دول إلى صفات المذكر عشان ما يحصلش تعارض بين الحروف المتحركة تمام طب يبقى خلي بالي من الملحوظة دي اللي في المربع دي مهم جدا هومي دينا هونجيفر أعمونيكول المفروض تبقى ما لا شطبت الماء حولتها المون عشان حرف المتحرك مونباغ لا الساقامي ما فيش حاجة اسمها ساقامي هحولها السونمي عشان أمي بدأ بفويل تمام طيب في ملحوظة هنا برضو بيقول لي إن حرف الجر دي كان عندنا السونمي اللي فاتت على فكرة كان بيسوي إيه كده في الإنجليش كأني بقول أوف يعني الكتاب بتاع ندا زباج أوف أحمد الشنطة بتاعة أحمد يبقى إذن الدو دي لما بتيجي بشكل بتدل على إن هي حاجة تبع الملكية بتبقى زي كده كلمة أوف في الإنجليش طيب هو هنا عايز يعرفني إيه يعرفني إن أنا ممكن أشيل الدو وأشيل الاسم اللي أنا بتكلم عنه اللي هو المالك وحط مكانه صفة الملكية يعني إيه لما يقولي له بغتفاي دو مارتين المحفظة بتاعة مارتين عايز أقول محفظتها يبقى صن بغتفاي ليه حطت هنا صن عشان أنا لو شلت مارتين الأول كده هحط مكانها الضمير إل طيب الإل كد بتاخد إيه تكد بيقل كويس خليكي زريفة كده إل الإل يميس كد بتاخد صن وسا وسا طب لما يجي عند كلمة بغتفاي بغتفاي هي كلمة مذكر يبحط قدامها صن طيب كرافاتة جين كرافاتة مؤنس أقول ساك غفات الليلونت النضارة جمع زي ما هي جمع في الإنجليش هي برضو جمع في الفرنش عشان كده هحط مكانها سي لإن أنا بتكلم هنا عن أي ضمير من دول بيكون إل أو إل تمام طيب أنا مجاهزة هنا الحل أهو لصفات الملكية اللي حابب يخدها سكرين تمام هحل معاكو كده أول اتنين تلاتة جزنبل أول إحنا عملناهم إزاي وقاللي إنه يكون وشاح طيب الوشاح ده مؤنس أو الإشار في يعني أسفة أسفة هو مذكر هو له طيب لما يجي أحط أقول نعم هو يكون وشاحها يبقى مدام مذكر أحط أمامه إيه صن عشان هو مذكر طيب ها هم أو هؤلاء أو هل هؤلاء أصدقاء ماذن عايزة أشيل لزمي هخط مكانهم إيه سزمي عشان هم جم نعم هم يكونون أصدقاؤه بقى أصدقاؤه دي في الإيه في الجم تمام طيب خلينا حل الإبزان بالنميرو ديس ما هي أو ماذا تكون مادتك المفضلة كلمة المادة الدراسية دي كلمة مؤنس ولو أنا نسيت أفتكر إن كل اللي فيها الدابل إل دي بتسأل عن حاجات المؤنس وبغي في غي بالشكل ده واخد شكل التأميس يبقى أنا هرطول على روح على إيه هروح على بتا عشان كلمة ماتيغ مؤنس طبعا أنا بختصر الحل كتير جدا في الفيديو بتاع الشرح إن شاء الله بروح عامله فيديو مخصوص بحل كسرسيد برافو تمام يلا أتمنى لكم كلكم التوفيق وكلو بقى عايزكم تعملوا كده لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من زميلنا ويستفيدوا إن شاء الله ونعمل سابسكرايب للقناة أتمنى لكم كلكم التوفيق كده جميعا يا رب وقل لكم مخصيبكو وقل ترجمة نانسي قنقر وقل ترجمة نانسي قنقر